على صوت آلة الخياطة قضى السيد أحمد أكثر من ربع قرن من العمل في قطاع الصناعة التقليدية بدون تغطية صحية أو ضمان اجتماعي والمطالبة بها قبل سنوات كانت غير مجدية إلى أن عاد الأمل مرة أخرى عند إطلاق المبادرة الملكية لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية لفئة حرفي ومهني الصناعة التقليدية وباقي القطاعات الغير المهيكلة يعني هذا شيء كنا نطلبوه من زمان حيث حنا دبا في العمار دينا ماذا 58 عام حنا تقريبني كتف عمارنا 30 سنة وحنا نطلب تغطية صحية وما كان شيء واحد اللي بدنا يديه تجهى سيدنا لله ينصرق هو اللي تكفل بها تصنع التقليدين أتنا نقول تكفري يعني رأى ذاك الشليسية تخلصتها قليل ماشي في الحقيقة رأخص يكون كثير الخلاص باش تدير تغطية صحية ولكن في المناسبة تنشكروا سيدنا صراحة على التغطية الصحية الناس يعني فرحوا فئة عريضة من المهنيين يحتاجون لمعلومات لطريقة الاستفادة من التغطية الاجتماعية كما أن التغطية الصحية ستعمم لـ 22 مليون مواطن خلال سنتي 2021 و2022 ثم من بعدها التعويطات العائلية والتعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل لفائدة خمسة ملايين شخص في أفق عام 2025 اليوم ستبشرنا خيرا من التغطية الاجتماعية التي جاءت بالمبادرة سيدنا لا ينصروا في الحقاجات في الوقت ديالها واللي كيعرف الجميع أن مرينا من واحد المرحلة لعرات الواقع اللي هي مرحلة ديال الوباء كورونا قمنا بحاملات تحسيسية لفائدة المنتسبات ديالنا وقمنا بجموعة من الاجتماعات وفي نفس الوقت اللي كنا كي يؤديوا الناس هذه الداربة هذي كنا كان ساعدناهم الخطة الملكية خصصت في المرحلة الأولى للفلاحين والحرفيين ومهني الصناعة التقليدية والتجار ومقدم الخدمات المستقلين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي لتشمل في مرحلة ثانية التعميم الفعلي للحماية لفائدة كل المغاربة وسيتم تمويل برامج التغطية الاجتماعية في أفق عام 2025 من الميزانية العامة للدولة بمبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ 51 مليار درهم مغربي مشروع التغطية الاجتماعية هو مشروع رائد في إفريقيا وثورة اجتماعية لما سيكون له من أثار مباشرة في تحسين وضعية العيش وصون كرامة المواطن المغربية إكرام الأزرى قناة الغد الرباط